أكد المجلس القومي للمرأة أنه يوصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة وقالت رئيسة المجلس مايا مورسي أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة تعد حقا دستوريا أصيلا وبواجبا وطنيا على كل فرد وأضفت أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن ودائما تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقيقات الدستورية السابقة وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة